الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصلى الله على محمد وآله محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم صدق الله العلي العظيم ثلاث قواعد أصولية ونحوية تكشف لنا نقطة دقيقة خبأها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة العجيبة سؤال أليس الله عز وجل أوجب إخراج شيء من الأموال في سبيل الله عز وجل كالخموس كالزكاة كغيرهما الواجبات المالية لا شك الله عز وجل أوجب إخراج بعض الأموال أوجب أمر سأل الناس ذلك أمرا فلماذا هذه الآية المباركة تقول ولا يسألكم أموالكم الله سأل الله أمر الجواب هناك قاعدة وهي أن الجمع المضاف يفيد العموم يعني تتمكن أن تجعل كلمة كل كلمة أموال جمع جمع المال هذه الكلمة أضيفت إلى الضمير كم ضمير المخاطب أموالكم هذه الكلمة تدل على الشمول يعني كل أموالكم الله عز وجل أمر بإخراج شيء من أموالكم شيء سألكم أمركم أوجب عليكم بعض الأموال ولكن لا يسألكم أموالكم يعني جميع أموالكم ما أمركم أن تخرجوا جميع أموالكم في سبيل الله عز وجل الذي يدفع ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من الأموال من خمس من زكاة من خمس من زكاة أي مال يجب عليه إخراجه الله عز وجل يحلل له بقية الأموال المال مال الله سبحانه وتعالى يحلل له لمن يشاء كما يشاء كيف يشاء يحلل المال الباقي بعد إخراج الواجب فإذن الله عز وجل لا يسألكم أموالكم أموالكم يعني كل أموالكم سؤال ثان في هذه الآية المباركة يسأل فعل مضارع فعل المضارع مرفوع ينصر يسأل صحيح هنا الآية المباركة تقول لا يسألكم اللام ساكنة الكلمة مجزومة لماذا هذا الجازم لا قطعا ليست ناهية لا ناهية جازمة هنا لا لا يسألكم لا نافية قطعا بلا شك لا النافية لا تجزم أليس من المفروض أن نقول لا يسألكم أموالكم لماذا الآية تقول لا يسألكم اللام ساكنة الكلمة مجزومة لماذا الجواب أن كلمة لا يسأل معطوفة على جزاء وجواب الشرط توجد حرف إن إن شرطية تجزم فعلين تجزم فعلا بعنوان الشرط لها وتجزم فعلا ثانيا بعنوان الجزاء يسمى جواب الشرط يسمى جزاء الشرط لا يسألكم معطوفة على جزاء الشرط وجواب الشرط ما هو جواب الشرط؟ يؤتكم الآية ما هي؟ إن إن أداة شرط تؤمنوا وتتقوا شرط يؤتكم 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 جواب الشرط أجوركم ولا يسأل السكون ولا يسألكم أموالكم الكلمة مجزومة إذن الكلمة معطوفة على جواب الشرط وجزاء الشرط هذه كلها مؤثرة في فهم المعنى الدقيق القاعدة الثالثة التي نحتاجها إلى فهم نقطة دقيقة في هذه الآية المباركة القاعدة الثالثة الشرط له مفهوم المفهوم يعني ماذا؟ عندنا منطوق وعندنا مفهوم المنطوق هو المعنى الظاهري للعبارة للكلمة المفهوم معناه أنه إذا في مفهوم الشرط إذا لم يكن الشرط لم يكن الجزاء إذا انعكس الشرط ينعكس الجزاء المفهوم مثلا البانك يعلن يقول إن خرج اسمك في القرعة تحصل على الجائزة الكبيرة الفلانية إن شرط المعنى واضح إذا بالفعل خرج اسمك تأخذ الجائزة الكذائية جائزة كبيرة مثلا المفهوم ما هو؟ إعكس الشرط ينعكس الجزاء إن لم يخرج اسمك في القرعة لا تحصل على الجائزة هذا يسمى مفهوم الشرط الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم يعني إن لم تنصروا الله لا ينصركم الله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إذا شخص فاسق جاء لك بخبر تحقق ربما يكذب مفهوم هذه العبارة إن لم يأتك فاسق بنبأ مثلا جاءك شخص عادل بخبر لا تتبين لا تتحقق خلص هذا عادل ما يكذب قال لك فلان شي صار الله عز وجل يقول بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين يعني إن لم تكونوا مؤمنين الله عز وجل يبدل بقية الله شرا عليكم يتبدل شرا عليكم مفهوم الشرط من المفاهيم المسلمة عند جميع العقلاء مفهوم الشرط إحدى أدلته أنه بديهي عندما تجعل أداة شرط إن إذا أي شيء وتجعل شرطا إذا هذا الشرط كان يكون هذا الجزاء يعني ماذا؟ يعني إذا هذا الشرط لا يكون الجزاء لا يكون عرفنا هذه القواعد الثلاث الآن تعال معي إلى هذه الآية المباركة الآية المباركة ماذا تقول؟ تقول إن الشرط ما هو؟ إن تؤمنوا وتتقوا شرط الله عز وجل يعطيكم شيئين الشيء الأول يؤتكم أجوركم الشيء الثاني ولا يسألكم أموالكم يعني جميع أموالكم هذا المنطوق ما هو المفهوم؟ إن تؤمنوا الله عز وجل يعطيك شيئين؟ أولا يؤتيك أجرك ثانيا لا يسألك أموالك لا يسألك كل أموالك يعني إن لم تؤمن كيف؟ يعني إن لم تؤمن أولا لا يؤتك أجرك ثانيا يسألك جميع أموالك يسألك جميع أموالك يعني ماذا؟ يعني الله عز وجل حلل لك أنت المؤمن بقية أموالك إذا دفعت الواجب يحلل لك بقية أموالك هذا بشرط تكون مؤمنا أنت المؤمن الشخص غير المؤمن الله عز وجل لا يحلل له أي شيء من الأموال في يوم القيامة الله عز وجل لا يسألك أنت المؤمن بعد أن دفعت الواجب عليك من الأموال لا يسألك عن بقية أموالك إذا صرفتها في حلال خلاص هذه أموالك الله حللها لك يجوز لك أن تشتري بهذه الأموال طعاما وتأكل يجوز لك أن تشتري بهذه الأموال سيارة وتركب فيها يجوز لك أن تتزوج بهذه الأموال يجوز لك يجوز لك هذا بشرط إن تؤمنوا إن أداة شرط واضح يعني غير المؤمن بصريح العبارة مفهوم هذه الآية المباركة غير المؤمن لا يحلل له شيء أي شيء يسأل جميع أمواله يجب عليه أن يدفع جميع ما يحصل عليه يدفعه في سبيل الله يدفعه لأصحابه يعني إذا شارب ماء الماء حرام عليه إذا أكل طعاما الطعام حرام عليه اشترى سيارة يشتري غصما تزوج زواجه حرام أتحدث لك عن آية قرآنية إن ليست شرطية شرطية يسألكم ليست مجزومة مجزومة يلزم أن تكون يسألكم يسألكم مجزومة إذن هي معطوفة على جواب الشرط لا يوجد احتمال ثاني أصلا الشرط له مفهوم بالتأكيد هذا من البديهيات أصلا مفهوم الآية ما هو؟ الآية فيها أداة شرط إذن لها مفهوم المفهوم عكس الشرط يعني عكس الجزاء الشرط تؤمنوا الجزاء لا يسألكم إذا صار تؤمنوا لا تؤمنون الجزاء لا يسألكم يصير يسألكم يسألكم ماذا؟ بعض أموالكم؟ لا أموالكم بين جميع أموالكم كل ما يتصرف فيه غير المؤمن حرام يتصرف محرماً يتصرف بدون إذن المالك الحقيقي أزوجل المالك الحقيقي لا يأذن المالك الحقيقي حلل أمواله حلل للمؤمن لغير المؤمن ما حلل يأكل حراماً يشرب حراماً في الرواية الشريفة يمشي على الأرض حراماً أرض أرض ليست أرض أحد صحراء يمشي عليها حراماً الروايات الشريفة في هذا المجال الكثير أقرأ لكم رواية شريفة واحدة في الكافي الشريف أنا الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام هذه الرواية تأكيد ما ورد في الآية القرآنية أنا أتحدث لك عن آية قرآنية غير المؤمن عدو أمير المؤمنين صلوات الله على أمير المؤمنين العدو مؤمن لا بالتأكيد بديه عندنا أنه ليس مؤمن يقول الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله لو أن غير ولي علي صلوات الله عليه أتى الفرات ماء ليس ملكاً لا أحد وقد أشرف ماءه على جنبيه وهو يزخ زخيخاً الماء يتفايض لكثرته فتناول بكفه وقال بسم الله ذكر اسم الله عز وجل قبل أن يشرب فلما فرغ شرب الماء قال الحمد لله ذكر اسم الله أيضاً كان دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير هذا يشرب دمًا مسفوحًا في يوم القيامة يرى في سجل أعماله أنه شرب دمًا مسفوحًا إلى هي أنا ما شرب نعم شربت دمًا مسفوحًا شربت شيئًا حط نحرًا يكتب له أنه لأكل لحم خنزير هذا مدلول الآية كريمة مفهوم الآية المباركة كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الإمام هو عدل القرآن إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي العترة عدل القرآن كلام العترة كلام القرآن هذه الآية القرآنية قبل أن أقرأ لك الرواية الشريفة الآية القرآنية العبارة جدًا لطيفة عبارة الإمام عليه الصلاة والسلام يعني يبين أنه لو كان من كل الجهات محلًا الشيء أولاً الماء مأفرات ليس ملكاً لا أحد ثانياً الماء أشرف عبارة الإمام صلى الله عليه دقيقة جدًا الماء كثير جدًا يعني لا يشرف حصة غيره مثلاً وقد أشرف ماءه على جنبيه وهو يزخ زخيخًا لكثرة الماء ثم ما أخذ إناءً حتى تقول ربما الإناء كان محرمًا لا لا فتناول بكفه كفه ثم ذكر اسم الله عز وجل قبل أن يشرب قال بسم الله فلما فرغ قال الحمد لله كل هذا الله عز وجل لا يحل لك خلاص الله هو المالك كان دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير لا تريد عيد عنكم أنتم مؤمنون الحمد لله لا تريد أن تقبل كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لا تقبل الآية القرآنية ماذا تصنع بها؟ لا تؤمن بالآية القرآنية؟ أو تؤمن؟ لا تعتقد بالمفهوم؟ مفهوم الشرط؟ لا يوجد عاقل لا يعتقد بمفهوم الشرط كل عقلاء العالم يفهمون مفهوم الشرط هنا لا توجد أداة شرط لا تعرف كيفية عكس الشيء إن تؤمنوا يعني عكسه إن لم تؤمنوا نقيضه إن لم تؤمنوا لا يسألكم يعكسه يعني يسألكم أموالكم ما قالت جزءاً من أموالكم قال أموالكم يعني كل أموالكم محرام ليس لك لذاك غير المؤمن الله عز وجل لم يحلل لغير المؤمن أي شيء في الدنيا هذه التي خلقها الله عز وجل من يكون على طريق الله تريد أن تمشي على غير طريق الله الله عز وجل لا يحلل لك خلص الله هو المالك ماذا تصنع بالآية رواية لا تقبلها بعيد عنك أنت مؤمن تقبل شخص لا يقبل الرواية الشريفة الآية ماذا يصنع بها عندما يدقق الإنسان في الآيات القرآنية يكتشف بطوناً يكتشف جواهر يكتشف نعمة كبيرة أنعمها الله سبحانه وتعالى عليك بالإيمان تسمع الإيمان نعمة إحدى جوانب هذه النعمة الكبرى أن الأشياء محللة لك تتصرف تتقلب في الحلال هو يتقلب في الحرام كل ما يتقلب في الحرام ينام على الأرض نومه على الأرض غصب يمشي على الأرض مشيه على الأرض غصب يأكل يشرب أي شيء يتصرف نعمة عظيمة لك أنت أيها المؤمن الآية اجعلها جانباً أريد أن أتحدث لك عن نعمة كبيرة أخرى أنت المؤمن هناك معادلة كلنا نعرف هذه المعادلة شيئان معاً ما تكسب ما تصرف أنت تعمل بجهدك بتعبك تحصل على بعض الأموال تصرف من رصيدك الذي حصلت عليه بعض الشيء كلما كان تحصيلك للمال أكثر وكلما كان صرفك أقل الذي يبقى لك أكثر معادلة بديهية نعم بديهية تحصيلك كلما كان أكثر صرفك من هذه الأموال كلما كان أقل الذي يبقى لك الذي تتركه لنسلك يكون أكثر معادلة بديهية هذه المعادلة البديهية في المعنويات موجودة كما هي موجودة في الماديات عملك الصالح رصيدك كل عمل صالح صغيراً أم كبيراً يكتب في رصيدك أنت المؤمن كلما أعمالك أكثر رصيدك أعلى عندما أقول يجعل في رصيدك ليس في رصيدك في الآخرة فقط في الآخرة يبقى قطعاً الثواب الجزاء الأخرى وهذا موجود للعمل الصالح للمؤمن لا ليس فقط في الآخرة يجعل جزء من رصيدك لدنياك فكلما كان رصيدك أعلى وكلما كان صرفك أقل زهدت في الدنيا تترك كمية أكبر لنسلك نسلك يستفيدون من عملك الصالح الكثير ومن صرفك القليل من زهدك في الدنيا يستفيدون ليس فقط نسلك الذين تحبهم جميع أحبابك من تحبه من يهمك أمره يستفيدون منك الذين تحبهم أنت الرصيد الذي تحصل عليه يستفيد من أولادك الذين تحبهم أحفادك الذين تحبهم أولاد أحفادك الذين تحبهم أصدقائك الذين تحبهم رصيد وفير من حولك الله عز وجل يعطيك بهذه الأعمال الصالحة شيئا في الدنيا غير الثواب الأخروي العظيم يعطيك شيء في الدنيا هذا الشيء جزء منه يذهب إلى من تحبه أنت نفكر في أبنائنا ماديا صحيح أريد أن أدخر أموال أكبر حتى يعيش نسلي براحة أكبر أليس كذلك؟ عندما تعمل صالحا نفس هذا المعادلة الله عز وجل يجعلها لأبنائك أي واحد تحبه أبنائك أحبابك إخضانك أصدقائك الذين تحبهم رصيد ما هو العمل الصالح رصيد ما هو الأتعاب التي تتحملها في الله عز وجل رصيدك ما هو الظلم الظلم الذي يقع عليك لا لظلم ظلمته مر الشخص هو ظالم ويقع عليه الظلم هذا يستحق الظلم لا يثاب لا في الآخرة يثاب لا يدخر له في الدنيا شخص ظالم يؤذي الناس يسفك الدماء يقتل إذا قتل لا أجر له في الآخرة ولا رصيد له في الدنيا لأنه ظالم وقع الظلم عليه ولكنه كان يستحق هذا الظلم كلامنا ليس عن هذا كلامنا عن شخص مؤمن يظلم لا لظلم ظلمه أحدا هذا الظلم الذي يقع عليه لا تزعل لا تغضاب هذا يزداد في رصيدك شخص غير مؤمن يؤذيك افرح رصيدك يزداد وازهد حتى يبقى شيء أكثر لأحبابك من هنا عندما أقول أحبابك من هنا احرص على أن يحبك الطيبون من الناس أنت طيب تحبني أنا يلجم أن أفرح بحبك لي أحصل على شيء فإذا وجدت شيئا في حياتي أعرف يلزم علي أن أعرف أن جزءا من هذا الذي حصلته حصلته من أبي الطيب من جدي الطيب من جدتي الطيبة من صديقي الطيب الذي كان يحبني إذا اهتديت إذا دفع عني بلاء أخروي في الدنيا دفع عني انحراف دفع عني لا أتصور أن هذا مني كثير منه بسبب ما تركه لي أشخاص كانوا يحبونني أبي جدي عمي خاضي صديقي في موقع انحراف وقعت ما انحرفت لا أقول لا أنا ليس أنت شيء من مدخر لك في رصيد موجود محسوب لك أي نعمة عظيمة هذه لا يضيع عملك أنت ما تستفيده تستفيده ما لا تستفيده تتركه لأولادك في الجانب الإيجابي والعياذ بالله في الجانب السلبي بعض الناس لا يترك شيئا لأهله لأحبابه رصيده فارغ أبد إما ليس له أعمال صالح والعياذ بالله غير مؤمن أو إذا له أعمال صالح صرفه بسيئات عملاء بعدم زهد في الدنيا صرفه أقرأ لكم آيتين قرآنيتين في الجانبين بدون أي توقف عند الآيتين المباركتين في الجانب الإيجابي عندما يترك لك شخص شيئا الله عز وجل يقول ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء راجع كلمة ألتناهم يعني ماذا محسوب حساب دقيق موجود في رصيدك رصيد ضخم مؤمن صالح زاهد يجمع يجمع رصيدا ضخما متراكما من ال� آثار الدنيوية غير الآخرة هذا في الجانب الإيجابي ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء العياذ بالله في الجانب الآخر يقول الله سبحانه وتعالى وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً رصيد فارغ ثم يقول مباشرة ما هو ربط الآية التالية بالآية السابقة راجع إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً راجع معنا اليتامى في هذه الآية البباركة ما هي أموال اليتامى؟ راجع إن الذين هذا إفراخ الرصيد إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً وسيصلون إنما يأكلون في بطونهم ناراً يعني ماذا؟ إلى آخرة؟ فلما ذا قال وسيصلون سعيراً عندك أحباب أشخاص يحبونك إفرح هذه نعمة لك الكلمة الأخيرة كما ترك الطيبون لنا رصيداً كبيراً بهذا الرصيد يدفع عنا بلايا يدفع عنا انحراف يدفع عنا ذنوب ببركة جدي ببركة أب جدي ببركة جدتي ذنوب الإنسان يدفع عن الشخص المؤمن أحياناً ذنوب ببركاتهم كما تركوا لنا رصيداً ضخماً لنعمل صالحاً ونزهد لنترك رصيداً في حياتنا ومن بعدنا حتى في حياتنا للآخرين نترك رصيداً هو تعب وأنت استفدت أنت أيضاً اتعب قليلاً العمل الصالح فيه تعب نعم اتعب تحمل أذى في الله فيه تعب نعم فيه تعب الزوت الاقتصاد في الصرف متعب نعم متعب لأجد أحبابك الذين يأتون من بعدك أو حتى الموجودين في زمانك اللهم اجعل امام زماننا يحبنا اللهم اجعل امام زماننا راضياً عننا اللهم بحقه لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا اللهم بمحمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد عجل اللهم فرج مهدية آل محمد اللهم بحقه يتفع لانه